كنت مسأله عن أداء الاقتصاد المصري وخليني أبدأ من علاقتنا بالسندات السندات مؤشر لاقتصاد شكله إيه؟ قوي ضعيف لما يبقى فيه جاذبية أكثر للسندات فيه طرح أكثر أو فيه طرح أقل هو مؤشر يقولي طيب خليني هنا أنه إحنا بنتكلم هنا إحنا بنتكلم على السندات الدولارية اللي بتطرح في الأسواق الدولية صحيح فدي معناها إيه؟ مدى بتقيس مدى قدرتك على الاقتراض من الخارج أو بمعنى صح بتقيس مدى طقة الآخرين فيك أن أنت حتعرف تسد الديون اللي عليك فبالتالي خلال السنتين الفاتوا طبعا إحنا ما كانش إيه؟ كانش لينا عيني أن إحنا نروح ولا نقترض ولا حد حيثلفنا في الظل العجز اللي كان موجود في الشرطج اللي موجود في الدولار ووجود سعرين صرف وكلام ده كله النهاردة الأمر ده تغير النهاردة بعد صفقة رص الحكمة الأمر ده تغير احتياطاتك النقدية زادت بشكل كبير جدا واحد shootings يمكن، لو هبص إنا على صف على سلايد 9 هنلاقي سلايد 9 هنلاقي هبها أنهم على موقف صف الأصول الأجدبيين آه بالضبط، هنلاقي آآآ انا آآآآآآآآ ما هيسف جس SEEL يعن الله تمانية سلايد تمانيةjek هي الإفيها Winlan هي هي دي بالضبط هتلاقي إن إحنا الاحتياطاتك بص حدريةك نطس زي بشكل كبير جدا 96 و 68 غير ان انت معاك في جيبك التاني 9 مليار ده اللي بيعتبر احتياطي التاني فعشان يوصل 46 و 24 29 و 9 فانت كنت توتل 56 مليار ده احتياطيات فبالتالي عززت من قدرة الناس نفس الكلام اللي هي النمرة 9 اللي هي بقى اصافي الاصول بتاعتك اللي كانت وصلت 100 لماينس زي ما حالك تقترب داخلها بتاعت الاصافي القطاع المصرفي والبنك المركزي اصافي الاصول الاجنبية كانت وصلة لأولمس 30 مليار النهار ده رجعت تاني حوالي 10 مليار دولار فده النهار ده بيقول للناس ايه ده بيقول للناس ايه لأ ان مصر عندها قدرة ان هي تسد تسد اي مديونية عليها في خاصة بالسندات فالنهار ده انت ما كنتش عايز تستلف برضو اسعار فايدة الدولية في اعلى نقطة لها النهار ده مع التيسير اللي ابتدى الفيدرالي يعملوه حيبتد ينزل 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 عايز اقول لحالك ان سنداتك الدولارية جات في وقت من الاوقات كان العائد عليها 16% على الدولار فالنهار ده نزلت بتتكلم في 8% فالنهار ده انت لو رحت استلف الاجراء رهيب انت ما كنتش بتستلف في 16% ده كان السوق السنوي فانت لو كنت رحت استلفت وكنت عتدفع 16% فكان ده يبقى كارثة فالنهار ده انت النهار ده 8% فانت النهار ده عشان كده يمكن وزير المالية اعلن ان هو خلال العام المالي الحالي حيطرح سندات دولية بحوالي 3 مليار 3 مليار دولار جداد والميزة في كده ان انت برضه يلاقي اقبال عليهم بالمنظر ده بالمنظر اللي احنا فيه ده وبالوضع الاقتصادي بوافرة الدولار اللي موجود يمكن خلال الفترة الحالية وده يعزز ان الكلام بس للناس كلها عشان فيه ناس كتير قاعدة تقول لا ده ممكن هيحصل تخفيط تاني خلال نوفمبر وديسمبر فانا بقول لهم لا مش هيحصل الكلام ده ده فيه فلوس جديد too soon too soon ان يحصل حاجة زي كده بدري قوي ان يحصل حاجة زي كده لازم يحصل خروج جامد قوي لفلوس كبيرة قوي انما مفيش حاجة تحصل قبل نهاية قبل النص تاني من 20-25 وحيتوقع وهي يعيب تقول استقرار سعر الصرف حتى منتصف في 20-25 في توقع ده هي يتحرك في 2 جنيه فوق 2 جنيه تحت مش محتاجين اي حركة فيه لانه هيب عندنا مستوى آمن للدولار عندنا التصور كمان لحجم التدفقات اللي دخله والفلوس اللي خارجه طب ايه اللي ممكن يخرج من عنه احنا عارفين ان الاموال السخنة طب ايه اللي ممكن يدخل اعتقد احنا اعلننا عن ان فيه 4-5 قطع رصات تانية غير رأس الحكمة من رأس جميلة وما بين رؤوس كسيرة فيه فيه كزا اوه فيه اتنين واحدة اللي تنفل بحر الاحمر رأس باناس انا انت هتعرف